حي التضحية وسط محافظة ذيقار أو ما يسميه أهله حي الميت وهو اسم على مسمى لأنه كالميت لا حياة فيه ولا يصلح للأحياء يعاني سكان حي التضحية هنا من الافتقار لأبسط الخدمات الأساسية التي تعتبر عصب الحياة في المدن السكنية والشعبية إذ تغيب مقاومات الحياة المتمثلة بتوفير الخدمات وشبكات المياه على الرغم من أنها منطقة سكنية كبيرة تحتوي على أكثر من 700 منزل منطقة مهمولة منطقة يسموها حي الميت وهي ميت السرق ميتة لأنه لا بيها خدمات ولا مسؤول يجينا يشوف المعاناة مالتنا يشوف الشوارع ويشوف لا يعدنا تبليط التبليط وصل لحد المدارس وانقطع مناك بعد قالوا هاي من المنطقة ماكو لا تبليط ولا خدمات محاولات عديدة باءت بالفشل لمقابلة المسؤولين من قبل أهالي الحي لتسليط جزء من اهتمامهم على هذه المنطقة المعدومة التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب وعدم وجود شوارع معبدة وأرصفة وانعدام المجاري وقلة المدارس بالنسبة إلى عدد السكان أولا التبليط وعدونا به حوالي ثلاث مرات ومن كبار المسؤولين ويعرفونني هسا ما كل جديد يعرفونني أنا بعمار العسكري كلهم يعرفوني وهذا المنطقة التي تعرفنا والمختار هوي أنا نفس القاعدة قاعدين خذوا حقوقنا الشارع عمالنا والدول سوكهرج مع العلم هو مخصص أكو شارع يتبلط عن نص يبلطون نص ويخلون نص وجابونا مقاول مشكوك بأمر لأننا من البداية ما أردنا حال الحي هنا كما حال جميع الأحياء المتهالكة في المدن العراقية لا تلمح المسؤولين إلا فترة الانتخابات يظهرون بوعود تعودها العراقيون عليهم ثم يختفون بعد الانتخابات وتختفي معهم وعودهم وتبقى هذه المنطقة تحارب محاربة مقصودة من قبل مسؤولين محافظة ذيقار وهو ما يجعل المشكلة تزداد خطورة بشكل ينذر بتحويلها إلى منطقة ملوثة تحمل أوبئة تصيب ساكنيها بأمراض خطيرة والحكومة تقف أمام هذه المشاهد موقف المتفرج موقف المتفرج